الحملة الوطنية لتظيف المؤسسات التعليمية انطلقت في ولاية أدرار من الساحة الواقعة أمام مباني الإدارة الجهوية لتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بإشراف والي الولاية سيد حداد بالي يترى وأكد الوالي همية هذا اليوم مقدما شكره لكل المساهمين في إنشاحه من منتخبين ومنظبات مجتمع مدني وفاعلين مؤكدا أنه يعكس اجتماع السلطات العليا في البلد بقطاع التعليم ونظافة البيئة المدرسية الوالي طلع على الآليات التي تتبعها الجهات والمنظمات المشاركة في اليوم تطوعي من أجل البلوغ للهدف المرسوم من قبل السلطات التعليمية في الولاية للفخر والاعتزاز مملي بهذا اليوم الوطني المشاركة بين هذه الوزارات الثلاثين واهتمامهم بهذه المسؤولية العظيمة اختارنا نقول لكم على أن يملي شاكرة هذه المنظمات كاملة الغير حكومية من هيئات مجتمع مدني ومن رابطات ومن نوادي ومن مجتمعات ورابطة آباء التلاميذ على تجاوبهم معانا الفعلي لهذه المسألة المهمة عندنا كاملين وستتواصل عملية تنظيف المدارس على طول اليوم وتم التعبئة كافة الوسائل البشرية واللجستية الضرورية لذلك هذه العملية مهمينها عاليا وشاكرين السلطات الإدارية والدولة على إطلاق هذه العملية المهمة لأنها عملية النواضي لذلك شك أنها الأطار كاملة يتواجدون لهم من البلدية ومن أظمات المجتمع المدني والمصالح التي هي المعنية في العملية كاملة الدعوة كان دعوة عامة وناجاتها بكثرة وهذا دليل على أن سكان الولايات لباوا هذه الدعوة يوم تطوعي أسهمت فيه كافة الفعاليات والقوى الحية من شأنه أن يهيئ الظرفية الملائمة لعودة مدرسية في ظروف آمنة وصحية لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة أطار محمد البلال مدينة أطار